اشتركوا في القناة 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 والاكلينكي بما يساهم في تعزيز امن وسلامة المرضى طبعا في الخبر اكد دكتور علي السيد مدير ادارة خدمات الصيدلانية بهاية الصحة بدبي على اهمية هذا الانجاز ودوره الفاعل في ترشيد السهلاك الادوية وضمان افضل المحاصلات الدوائية للمرضى خاصة وانه يتضمن سجلا دوائيا محكما يتماشى مع افضل المعايير العالمية واحدث الممارسات الصيدلانية على مستوى العالم نحن نحن نسلط الضوء اكثر على هذا الموضوع ان شاء الله في حلقة اليوم نستضيف معنا الدكتور علي السيد مدير ادارة خدمات الصيدلانية في القادم من وقت البرنامج بنتعرف اكثر على العديد من المواضيع سواء كنا نتحدث عن الدليل دليل الادوية لعام 2017 ولا حتى الخدمات الاخرى اللي لها علاقة بالصيدلانية لو حتى اللي حاب يتداخل معنا ممكن ان ناخذ اي مداخلة حول هذا الموضوع طيب يا جماعة الخير انا بخبركم شغلة انا كنت اتساءل دائما يا ربي ليش المصريين دمهم خفيف ليش دائما واحد يقعد مع شخص مصري يحس بسعادة اكتشفت السبب يقول في دراسة طالعة تقول ان الفول مصدر لكثير من المعادن وهو هرمون السعادة يعني الدراسة بعنوان هرمون السعادة في طبق الفول يقول الفول مصدر لكثير من المعادن بما في ذلك النحاس الحديد الفسفور البوتاسيوم الماغنيسيوم كما يحتوي على حامض الفوليك والمنغنيز الفول ايضا لا يحتوي على اي دهون مشبعة الفول يحتوي على الفيتامينات بي كي اي ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات والالياف كل هذا في الفول ها يحتوي الفول ايضا على هرمون النمو والمعروف ايضا باسم هرمون النمو البشري والذي يساعد في حدوث نشاط وانعاش للعضلات بعد القيام بالتمرينات او اي عمل يسبب الاجهاد واكدت الدراسات الطبية في المركز القومي للبحوث انه لا يسبب بلادة في التفكير او خمولا وانه بريء تماما من هذه المعتقدات الشائعة بعد تناوله انما يرجع الخمول لصعوبة هضمه حيث يتوجه كمية من الدم تجاه المعدة ولكنها عملية وقتية ولا تحدث عند الاعتدال في كميته على هاي السلبة بخبركم احنا موضوع ثاني بعد اهني انه ما يسبب الخمول بل ان العكس صحيح لانه ليس وجبة غدائية متكاملة فحسب بسبب وجود مكونات طبيعية تزيد من انتاج هرمون السعادة وايضا المسؤول عن السرور والبهجة والانشراح وزيادة الشهية فهو موصل عصبي له دور كبير في تنظيم عملية النوم والمزاج لانه غني بمادة التربتوفان طيب لا يسبب البلادة انا بخبركم انا كنت يعني داوم في مكان كان عندي واحد من موظفين زملاء يعني كان من الجنسية المصرية ففي هذا المكان كان عندنا كفتيرية او مطعم فكنا ناخذ البريكمان للفطور ننزل تحت فيعبيري صحن فول ويسوي عادة هو بطريقته شدوي حطلية طبعا انا عقبة اكتشفته وليش شي يسوي يقول يعني انت محمود يوم تاكل فول شيه التنح فيوم التنح ما تعطينا شغل ازي انا كنت اتعمد اسويلك هذا الصحن بس عشان التنح وانا اقول يا ربي ش السالف ش السالف بس هاي الدراسة تقول لا ان الفول يعني بريء من هذا الموضوع عموما مستمعينا نحن الان يعني انتو حاسين صوتي شوية متغير في نزل تشام وشذا فنحن في في فترة يعني الجو فيها يتغير ففي فيروسات وفي امراض تنتشر يمين يسار اه وايضا يعني اعتقد ما في بيت الحين لا في حد مزجم ولا حد اه يعني حيشن هذا الفيروس فقلنا نحن نتكلم عن هذا الموضوع امراض تغيير الجو وما يصدف معانا الان يعني حين الدكتورة معروفة عادة كل الناس يعرفون هالحين لا والله الا قدم الدكتورة ما اطلع فاصل اعطنيها بس اربع دقائق طبعا دكتورة ندل الملة مدير وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة وطبعا تعرفونا من خلال الفلارات اللي سويها هي تصح بيدوي مرحبا دكتورة حياك الله حياك الله طيب انا حيني بطلع فاصل عشان خاطر ايمن بس قلت لها قدمت قبل الفاصل ما اتكاصل شكرا فاصل مستمعين وما تواصل ما تكلم عن امراض تغيير الجو فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة اهلا وسهلا بكم مجددا المستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اذاعة نور دبي ارقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعبر الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة قبل الفاصل قدمنا الدكتورة ندى الملة مدير وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة الصحي وايضا دكتورة غنية عن التعريف تشوفونا دايما في الفلارات مع سعيد وسلامة طلعتي أفلام كرتون وعيالة ها دكتورة دكتورة اليوم نحن نتكلم على أمراض تغيير الجو نحن يفترض أن نحن في فصل الخريفة ايه اكيد هذا هو فصل الخريف مفروض الحين خريفنا نسخة الإماراتية في فصل الخريف وتغيير الجو هذا تنتشر يعني متعودين كل سنة في أمراض معينة تنتشر فخابرينا عن تغيير الجو في هذه الفترة طبعا أخوي محمود تغيير الجو للحين موجود سبب كثير من الأمراض أنه احنا ما نحس أن الجو تغير علينا وايد يعني نقول شوية برودة خفيفة شو يعني انتقلنا من جو شديد الحرارة الجو متوسط الحرارة ما أعتبر برودة شوية اغبار زيادة اغبار زيادة الجو نحس شوية يعني مغبر مغيم شي فالناس شو يستوي في هالجو طبعا تستانس على الجو بزيادة فما تأخذ احتياطاتها بالتالي مع قوي ومشكلة أن يصاحب هذا الجو فترة دخول المدارس وعودة الحجاج بعد من الحج كل هالأشياء فتستوي مثل طفرة وائد من الفيروسات فتستوي العيدات مزدحمة والناس كلها مريضة مثل ما أنتقلت ما في بيت حين ما في حد مريض طبعا مع تغير الجو هذا أكثر فيروسات طبعا زيت شام والكحة طبعا هذا في كل بيت حالين موجود الرمد وائد منتشر أحين بيبدأ موسم الجديري إن شاء الله شوي شوي إن شاء الله بعد وفيروس النزلات المعوية هذه أكثر أشياء أحين تنتشر في الفترة طيب حين أنت ذكرت هذه الأشياء اللي منتشر نحن شو لازم نسوي قلت إلى ما نأخذ احتياطاتنا شو الاحتياطات اللي نأخذها بعد الناس الحين حاليا مع تغير الجو تلاقيهم بعدهم على الملابس الصيفية الخفيفة اللي نلبسنا في الصيف الجو صح ما يعتبر بارد ولكن ما يتحمل بعد نحن نلبس الأشياء الخفيفة ونشغل المكيف بنفس الطريقة اللي كان فيها في الصيف الله يخليك دكتورة حر هو حر المشكلة أنا بعدها حر فهذا سبب المرض إن الحر لازم نخلي المكيف شغال بس الجو صار مع المكيف يمرض أكثر فلازم أول شي طبعا نقلل من شرب الماء البارد الأشياء الباردة طبعا الأيس كريم والأشياء نخفها الفترة الملابس ما تكون وايد خفيفة مثلا ما نلبس اليهال فلابس كت وايد خفيفة ما فيها تشم نلبس كم عادي ملابس قطنية خفيفة البحر والمسابح اللي حين مو بموسمة الناس اللي حين تشوف الجو معتدل فتروح عند المسابح مو بموسمة أبدا لأن الجو ما يتحمل يعني الجو في برودة خفيفة اتمرض الأطفال وايد بنضافة طبعا الاحتياطات الثانية اللي هي مثلا لو واحد يصيب الكحة أو الزتشام يروح العيادة يغطي يغطي الفم اثناء الكحة والعطس عشان ما ينتقل وهالاحتياطات الأساسية حين ننصح فيها الجميع طيب دكتور انت ذكرتي أن هناك يعني مجموعة عوامل توأثر في انتشار مثل هذه الفيروسات قلتي الزتشام والكحة وعندنا الجدرياي والرمد والنزلات المعاوية كل هذه يا ترى الآن أنتو هل في تطعيمات معينة تعطونها الناس المرضى تحاولونكم انتوش اسمه توفرون هذه التطعيمات لهم تطعيم الانفلوينزا طبعا يتوفر كل سنة من شهر تسعة يكون موجود حق نزلات البرد والزتشام والانفلوينزا الجديري مفوض أن المناس أصلا متطعمين ومعظمهم أصلا يايينهم الجديري صغار إلا موم الطعام يسوي تحليم ممكن نعطي تطعيم إذا هو يحتاج النزلات المعاوية للأسف ما لها تطعيم ولا الرمد طبعا أكيد لا تطعيم وبس هو تطعيم الانفلوينزا ننصح فيه سنويا نزلات معاوية واحد يأكل فول واحد يأكل فول شفتي الخبر من الفول واحد في فوايد الفول فعلا بالنسبة لأمراض الحساسية والربو دكتورة طبعا هذا الحين الموسم يعني معظم الحالاتين العيادة طبعا زتشام والكحة مع زيادة في حالات الحساسية والربو السبب طبعا أنه مع الخريف في تطلع مع النباتات الشيارة تبدأ تقطع الورق مالها كل هذا الطلع الموجود في الجو يزيد نوبات الحساسية عند الأطفال وعند الكبار وحتى حساسية مو بس الربو حساسية العين حساسية الجوب الأنفية حساسية الأنف كلها الحين هاي موسمة تبدأ تستوي الناس كانوا عنهم الحساسية بلاحظونه خلال الصيف كانوا وايد الحقيقات الحساسية عندهم هادية وما عندهم معرض أحين مع التغيير الجو يبدأ مرة ثانية تبدأ عندهم معرض الحساسية كلها العين الجوب الأنفية والصدر كلها يبدأ حين يشتغل جميل أنت شؤون الطبية في مركز البرشة أنت وكيد يعني عندكم استعدادات تسوونها في هذا المجال خارفين على الجهود اللي تسوونه هناك طبعا مركز البرشة هو مركز ضخم يخدم 24 ساعة يخدم مساحة سكانية ضخمة تقريبا نحن شهريا نينية 13 ألف متعامل في العيادة عندنا 11 عيادة للعائلة في معظم الأوقات يكون 8 إلى 9 تتشغال فيهم خلال ساعات الدروه الصباحا ومساءا فهل فترة مع نزلات المعوية ومتشار الفيروسات عندنا الطب العائلة يعني نقلل الإجازات في هالفترة بحيث معظم الأطباء يكونوا موجودين في العيادة حتى طاقم التمريض يقل إجازاته يكون كلهم موجودين نخلي ستاف زيادة موجودين في العيادة حتى إحنا الطاقم الإداري معنا أشغالنا إدارية في هالفترة تلاقينا دائما موجودين تحت ونساعد الدكاترا مع المرضى لأن يكون عدد المرضى جدا كبير زائد أن نحرص أن الأدوية هي حين طبعا موسم الحساسية والأمراض الثانية نحرص الأدوية اللي دائما تنطلبها الفترة نطلبها قبل تكون موجودة عندنا الفلسادلية وما تطلع عندنا out of stock على طار الأدوية الحين أتكلم عن موضوع الأدوية كل الأدوية متوفرة لإدارة الصيد المقصري معاكم في شيء إن شاء الله لا كل أدوية تعرفوا ليش تقول هالكلام لأننا الحين معنا في الستوديو دكتور عني السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة في دبي صباح كلها بالخير دكتور صباح كلها بخير الحين ما أدري تقول هالكلام مجاملة والتطعيمات الأدوية هذا كلها موجودة إن شاء الله موجودة إن شاء الله إلا مم توفر نطلبه دكتور علي ما يقصر ها دكتور عندك أي سؤال حقهم ناجز أهم الله خير هناك تعاون بينه وبين المراكز الصحية خاصة الأطباء لأنه فيه نتأثى بوصفاتهم ونوعية الوصفات عندهم تختلف طبعا يختلف كل مركزة أو كل طبيب حتى يختلف عن الطبيب الثاني في نوعية وصفاته لكننا دائما نحاول نخلي الأدوية متواجدة حسب احتياجات كل مركز الصحية أو كل إيادة أو كل طبيب وطبعا يعني دائما نحوص أن نحن أدى كي بي آي إنه مؤشر أداء فالمؤشر الأداء إنه هو تواجد الأدوية نسبة تواجد الأدوية ونسبة عدم توفاها وهذه من أحد الكي بي آي ونحن نهيها الحمد لله يعني مؤشر وجود الأدوية تسعة سعين ونصف في المئة ما شاء الله مؤشر أدوية جيدة حلو يعني المركز العالمي يعني ثمانة سعين في المئة فهذا شيء مجيد جميل دكتورة ندى يعني الحين بالنسبة لكم أنتم يعني نادر ما ممكن تطلبون من أحد المرضى يروح يشوف الدواء إذا متوفر برع الهيئة تصير أحيانا مو شرط يكون سعين عنه توفر الدواء ولكن مرات المريض عنده تجربة مع الدواء خارج خذام من برع يعني مو متوفر عندنا احنا عندنا يعني اقولهم دائما لكل من كل نوع من الأدوية عندنا أكثر من الشركة بس تلاقي مرات المريض يفضل شركة أخرى مو موجودة في الهيئة فاحنا نقول للهيئة أخذها من برع وإذا ما كان متوفر نوع فالنوع الثاني موجود يعني من كل وصفة دوائية أو من كل دول في أكثر من شركة توفرة وهذا ما يكون متوفر بالنسبة للتطعيمات دكتورة نحن دائما الفترة هذه اللي نعطي فيها التطعيمات للناس يكونوا هناك يعني أقبال كبير لأخذ هذه التطعيمات لدرجة أنه ممكن تخلص أي أكيد طبعا طبعا مثلما كنت أخي محمود هو عبارة عن مواسم الهيئة ما تقصر والقسم الصيدلي يوفرنا للتطعيمات ولكن أحيانا يكون عادة المتعاملين الطابين للتطعيم أكثر من اللي نحن نتوقعين ولكن هذا ما يعتبر مشكلة كبيرة اللي تتواصل مع الصيدلية ونقول لهم وفرون الدفع جديدة وبالعادة يتوفر فترة قصيرة يعني ما في شي عندنا إن شاء الله يتم فترة طويلة صباح الخير شو بخصوص تطعيم عن كبد الوبائي إبو عمر الكبد الوبائي تطعيمات الكبد الوبائي هاي بالعادة تنعطى في إيدات المسافرين ما تنعطى في طب العائل بس هو متوفر متوفر أعتقد أنا شسمة كنت كالمفروض والله أخذ التطعيمات اللي حينما أخذتها بالصراح بالصراحة أنا أسف لازم أسير أخذهم عموما من أخذ بو حمد في مداخلة فضل يا بو حمد صلاة وعليكو السلام راح ترى تفضل يا سيدي سؤالي دكتور في طلعت لقبل فترة بحصوص مظار تطعيمات الإنفلونزا إذا بتذكر قبل سنة أو سنتين وأن فيها يعني أثار جانبية أو لها شي ما هذا واحد لو توضح لنا الدكتورة رقم اثنين طال أمرك اليوم ولي الأمر يعني فيه مختلف المستويات منهم البسيط ومنهم اللي يعني مطلع وغيره لكن أتمنى أن تكون في المدارس يعني بعض المنشورات لأن أكثر أكثر وقت ينتشر فيه الأمراض اللي هو بداية المدارس صحيح خاصة لأمراض المؤدية مثل الزجام مثل الأشياء لذكرت الدكتورة فأنتمنى يعني أن تكون توعية الأسرة في الأول بحيث منشورات ويعطى الطالب ويتقق الطالب نفسه إذا كانت مثلا قادر أن يفهم المنشور هذا البسيط الصور الممكن للأسفال صحيح يعني بحيث ثانيا التطعيمات يعني ليش ما تكون في المدارس مع بداية الموسم بحيث أنها يعني بدل ما يأخذ الأب أبناء أختياري لا تكون يعني للجميع متوفرة سيارة وتبدأ بالتطعيمات للمدارس بحيث أن يعني يصير تقضية هذا بعدين نتمنى يعني توضيح التطعيمات الملونزة بالذات هل هناك فعلا في يعني يعني الأبحاث أو شيء يعني تقول إنه ممكن يعني كنت أذار جانبية واضح واضح بحيث يزاك الأخير ما قصر طيب حين عندنا شقين في سؤال أبو حمد الشق الأول مضار التطعيمات وحددها بالإنفلونزا طبعا أنا جزء من جواب يكون عندي جزء ثاني يكون دكتور علي بس حب أن أقول لكل المتعاملين يعني ما في دواء يخلو من أثار جانبية يعني أنا دائما لما يقولون لي مثلا الدواء الفلاني دواء الربو التطعيم لا أثار جانبية أقول لهم أنتوا تقولون نشرة الأدول نشرة داخل دول براستامول لو تلاقون نشرة داخلية أثار جانبية ما لا تترى ما أحد يعتقد خذها أدول حق الصداع أو براستامول بس أي دولة أثار جانبية نعم ما في دواء يخلو من أثار جانبية ما في الدواء آمن 100% ولكن إحنا دائما في قطاع الطبي نوازن شيئين الفايدة والضرر إذا الفايدة تتجاوز الضرر فإحنا دائما ننصح فيه ونشرح للمتعامل أنه في آثار جانبية لها الضرر يعني يعتمد دكتورة يعني على الشخص إذا عنده حساسية من مواد معينة من شغلات معينة صح هذا الكلام دكتور ولا؟ صحيح أكيد أخي محمود طبعا دكتورة تكلمت كلام مهم جدا إحنا بس نوجع مرة ثانية شوية التطعيمات تقسم إلى أقسام قسم يأخذ في الـ EPI اللي هو في صحة الطفل وهذا يأخذون أطفال وقسم يأخذ في المدارس اللي هي في الصحة المدرسية وقسم يأخذ للمرضى الأشخاص معينين اللي عندهم مثلا حالات ربو تصيبهم مثلا نيموكوكا الفاكسين الإنفلونزا الفاكسين طبعا في بعض الأشخاص مناعتهم قوية ما محتاجين لهالأشياء وفي قسم يأخذ مثلا في المسافرين صحيح لهم مثلا واحد يسافر من دولة معين يريفيفا الفاكسين الأشياء هاي فأقسام تقسم التطعيمات الآن الإنفلونزا الفاكسين اللي هو الإنفلونزا للزوكام هذا ليش إحنا استنويا أصلا يتغير لأن الفايروس تغير شكله صحيح يوم يكون شكله مثلث يوم مدوّر يوم في ديل يوم بدون ديل فالفايروس هم هنا ميوتيشن باللغة أخطر واحد هكيدها بنيل بنيل أظرني هذا الكرة الأرضية تقسم إلى قسمين قسم نورت هم سفير قسم ساوت هم سفير نحن نتبع للنورت للشمال فالجزء الجنوبي إذا يطلع شيء قبلنا لأن كل سنة يطلع شكل وإحنا نطلع شكل اللي يطلع لنا شكل فيروستاني فإحنا كل سنة يطلعون تطعيم خاص بالسنة نفسه يبدأ مثل ما تفضلت الدكتورة من شهر تسعة وينتهي شهر خمسة هذا الموسم الإنفلونزا الإنفلونزا فهذه المدة اللي يجب أن نعطيها فيها طبعاً الآن التطعيم هذا إنفلونزا طبعاً تم تطويرها وتم هذا صحيح كلام هذا كان من سنتين ثلاثة سنين لما طلعت الإنفلونزا الخنازية تم طبعاً تصنيع تطعيم مطعوم للإنفلونزا الخنازية هذا كان ليه آثاء جانبية لكن التطعيم الجديد الحالي اللي عندنا ما إلي آثاء جانبية مقيم طبعاً تطعيم قديم مثل أنت وضعت الدكتور شيء مهم أعطيت مثال على البنادول البريسترمول البريسترمول لو المريض نكتر كذره لو البريسترمول هذا اللي هو أأمن دواء عدنا موجود أأمن دواء لو خذ المريض يومياً حبتين مدى السنة صابتها ليه في الكبد نحو لو خذ أشياء صابتها ليه في الكبد فهذا البنادول اللي نستخدمه يعني في السوبرماركت تتحصله في الجمعيات تحصله هذا بعد أي شيء تطعيمات مادة كيميائية الأدوية مادة كيميائية الأكل في مواد كيميائية يجب أن تؤخذ باستشارة طبية في بعد شيء واحد نتكلم في تحسس لأدوية معينة مثلا تركيبتها شركة تختلف عن شركة ثانية شركة يكون فيها تحسس شركة ما يكون فيها تحسس فكلها هذه طبعا إذا خضع المريض نفسه لتقييم طبي من طبيب معين الزين الطبيب يكون حاسب حساباته هيكل هي إن هذا الشخص بيأخذ هذا ما هذا فتكون المشاكل الصحية للآفاجامة يتقل ليش لأن الطبيب قيمها قبل لا هذا يكتب الوصول وهذا مع الملف الطبي إن شاء الله لما ننتهي من هذا المشروع بيكون فيه كامل أو تاريخ المريض كامل موجود عند الصيدلي موجود عند الطبيب الجزء الثاني على عجالة الدكتورة من المنشورات المنشورات اللي في المدارس هو قال بعد يباله توعيل الأهل وليال أمور إحنا دائما نسوي حملات في العيادات يعني إذا هو تابع لأي عيادة يتشوف متى الحملات الموجودة دائما نسوي إعلان قبل يوم أو يومين على الحملات اللي تتساوب بالعادة في هذه الحملات نعطي منشورات نعطي توعيل الأهل للطلاب بس أنا أنصح يعني هو قدم صراحة يعني اقتراح حلو أنا أقول له لو ممكن تدخلها في اقتراحات الإلكترونية على موقع الهيئة dha.gov.ae قدمك اقتراح أن نوزع مشورات في المدارس وهي بساطة تطعيم المدارس أنا أعتقد أصلا مثل هذه المشاريع قائمة دكتورة هناك يعني إدارة أو قسم التثقيف الصحي كذلك يفهم بمثل هذا الموضوع لكن هي مثل شوية تخضع ما بين وزارة الصحة ما بين المدارس المحلية اللي تابع لوزارة التعليم في مدارس خاصة يعني منظومة شوية معقدة مش معقدة ما مقوم معقدة لكن متشعبة صح صح دكتورة ندى الملة مدير وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة الصحيح نحن شاكرين لك هذا الوقت ونورتينا في البرنامج يعني اسمحينا نحن خذنات من العياد ويبناتيني لكن إزاك الله خير على التوضيحات هذه ما قصرتي أنا بكمل مع الدكتور علي السيد الدكتور علي السيد مطلع دليل الأدوية 2017 عطيتها نسخة دكتور إن شاء الله بيوصل اليوم أصل للمكتم يوصل اليوم إن شاء الله لدكتور منال السيئو إن شاء الله في خلال الأسبوع هذا بيوصل للأيادات نحن دائما نحطه في كل أياد الطبيب في ملشي الواقع كل أياد الطبيب تكون نسخة إن شاء الله يا رب عموما نحن ما نطلع فاصل بمحلنا عادة أيما نتأخرنا على الفاصل لكن حوار شيخ كان شكرا دكتور ندى وإن شاء الله نشوفت جريب بعد إن شاء الله يا محمد شكرا نحن نشوفت عادة في الفلرات في الفلرات كل يوم نشوفت شكرا شكرا فاصل مستمعين وما أرجع لكم نستكمل الحوار مع الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدة للحاب يشارك معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق رسال نصية على 4006 واطلع فاصل يا أيمن صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام ونتواصل معكم في برنامجكم صحة وسعادة قبل الفاصل كانت معنا دكتورة ندى الملة ورخصناها ومنستكمل الحوار إن شاء الله مع الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدة نتحدث عن أن صحة دبي قامت بإصدار دليل الأدوية لعام 2017 في بداية البرنامج أنا تكلمت عن أو قريت الخبر الخاص بهذا الموضوع وتحدثنا عن هذا الدليل وشو اللي يحتوي في هذا الخبر لكن ما ناخد تفاصيله الآن مع الدكتور علي السيد دكتور يعني حدثنا عن أهمية وجود دليل للأدوية متوفر عند جميع الصيادلة والأطباء اللي موجودين عندنا في الهيئة شكرا أخو محمود طبعا أول شي نتكلم أي هيئة صحية أي منظومة صحية تكون لازم تكون عندها طبعا قائمة أدوية القائمة هذه بعض الهيئات ما عندها أنتها طبعا مبعثة يعني مثلا يقول الله يقول لك عندي قائمة وإن القائمة ما شي بس يعني مبعثة للقائمة هذا شي واحد شي ثاني طبعا المنظومة تكون متكاملة في بعضهم عندهم لستة أدوية هاي مش منظومة متكاملة المنظومة هاي مو متكاملة دائما المنظومة المتكاملة تكون منظومة تثقيفية معلوماتية فيها كاملة بحيث أن يستفيد منها كل ذو اختصاص في الهيئة الصحية هذا الهدف من إطلاق هذا الدليل الدليل هذا طبعا من اللي يستفيد منه أكثر شيء المستفيد مستفنة الطبيب الصيدلي والممرض أي واحد ذو هذا أو أي واحد يهتم حتى الإدارة اللي يهتم بالتقييم الطبي يستفيد منه جميل طبعا الدليل هذا يعني الهيئة الصحة تنفرد فيه أشياء كثيرة فيه بنتكلم فيه إن شاء الله بس واحدة من هيئات احنا طبعا نتكلم عن هيئات العالمية مثلا في الدول الأوروبية بعضها في أمريكا هذه الهيئات عندها الدليل نحن نتطلع إلى أن نكون هنا مستوى لنفس هذا العالي فتكون الدليل هذا عبارة مكونا من شنو مش القائمة أدوية لا الدليل هذا كل دواء كل دواء في الدليل يحتوي على طبعا الأسم العلمي له الدواء الأسم العلمي استخدامات العلاجية الجرعة للأطفال للكبار حتى الحالات المختلفة فيه رمز إلكتروني للدواء نفسه يميز الدواء نفسه بحيث إنه لو استخدمها أي شخص زاعد أشياء المستعدات متوفرة يعني مثلا أشياء مختلفة من الدواء موجودة متوفرة في الهيئة يبين للطبيب للمستخدم شو موجود عندنا في الهيئة زاعد هو إرشادي لليوم احنا نتكلم عن تكلفة الدواء إرشادي للطبيب بحيث إنه لو عندي طبيب معين يقول عندي دواء ألف ودواء باء وهما متساوين في المفعول فما هو ساعهم فما هو تكلفة الأدوية لو أنا كتبتهم لهذه زاعد في كيفية وشروط صرف الدواء مثل كيف الصرف من أعطيه من ما يستحق ينكتب له هذا جزء الدليل هذا الزاعد إنه يساعد المسؤولين على تقييم استخدام الدواء يعني مثلا أنا أعطينا مثلا اليوم ألف مريض يستخدم الدواء أقيم هل هذا الألف كانوا صحيح؟ استخدموا صحيح؟ هل أعطيهم بشيء صحيح؟ هل الحالة تستدعي استخدام هذا الدواء؟ هل محتاجين لشيء ثاني؟ أكان أفضل من هذا؟ فكل هذه تقيم اليوم عندنا إحنا استخدامات معينة الأشياء العلمية تحتم استخدام الدواء وببعض الأحالات لا تحتم بالعكس تمنع من استخدام الدواء هذا كله يخيم في أشياء الزاعدة الأدوية المخدرة الأدوية المراقبة كلها هذا يحددها ويبلغ قبل أن يتم كتب الدواء الطبيب يكون عارف بالإضافة إلى هذا متى يتم شراء دواء خاص للمريض نفسه بالإسم؟ هل أشتري ليه؟ باسمه هو؟ أو لا، أنا عندي دواء مناسب له هذا يعني مرجع كامل ومتكامل لأطباء الهيئة والصيادرة في كتاب واحد طيب، هذا اللي ذكرته الدكتور، أنا أعتقد حتى اللي خارج هيئة الصحة ممكن يستفيد أيضا من هذا الكتيب صحيح، بس خارج هيئة الصحة بس بشير مسألة توفر الأذوية لأشادات وكلها موجودة أنا عندي قائمة كل هيئة الصحية عندها قائمة يعني المجموعة صحيح نحن هي طبعا هي تتكلم عن كيفية، مش بس الأدوية كيفية إدارة الدواء شميل يعني كيف استخدامه وإدارة دواء تسمى مدكيشن مانجمين كيف أدير هذا الدواء بحيث أنه استخدمه في الأسلوب الصحيح يعني يستلم المريض المناسب في الوقت المناسب أوكي؟ والدواء المناسب له هو بحيث أنه يكون يعني في كل هذه المنظومة تتكامل في وجود هذا الدليل هي هو الدليل إرشادي وتعليمي للمستخدمين سواء طباء، مرضين، صيادلة أو تخصصات أخرى تستفيد من هذه الأشياء جميل، أنا دكتور في عندي سؤال يقول إذا كانت الأدوية التي تباع على رفوف الجمعيات الخيرية وبعض المتاجر ونفس الشيء بالنسبة لأقراص المكملات الغذائية إذا كانت تتسبب في مشاكل صحية، لماذا لا يتم منع بيعها إلا بوصفة طبية؟ وهل هناك أسباب تجارية في عدم منعها إلا بوصفة طبية؟ ممتاز، سؤال ممتاز أبو عبدالله طبعا إحنا عندنا أجزاء الجزء الأول في أنه عندي أنا الأدوية تقسم عالميا إلى أخسام قسم أدوية مخدرة وهذه أعلى شيء في الكونترول عليه بعد أن تجي بعدها الأدوية المراقبة وشبه المراقبة فيها كونترول عليه بعد أن تجي أدوية بالوصفة، وصفات يعني أنا ما ممكن أعطي الدواء إلا بوصفة تجي بعدها أدوية سمونها over the counter يعني على الشلف على الهادي تعطى طبعا قبلها في أدوية تباع في الصيدليات فقط صحيح هذه فقط الصيدلي هو اللي يعطينا أنه لازم أعطيه تعليمات ورشادات في أدوية لا، فعلى الكاونتر هذا عالميا الحين إحنا نتكلم الدواء هل هو مادة كيميائية؟ مادة كيميائية ليه آثاء؟ نعم بس الدواء ليه آثاء جانية؟ لا حتى العصائر ليه آثاء جانية لو يأخذ واحد وعنده قلب مشكلة صحيح هذا الوين يبيعهم في المحلات العصية صحيح هذا واحد فإحنا في نتكلم تفاعلات في تفاعلات نعم أي مادة كيميائية تتفاعل يتفاعل معه بس في إحنا أشياء أحيانا نحس بيها وتفاعلات سريع وفي أشياء لا تقسيم العالمي هذا زائد فيه أشياء مكملات أحيان المكملات احنا نتكلم عن هاي أشياء تجارية بصراحة ليش؟ لأن المكملات فيه يعني سموها كليمس فيه يقول لك والله يسبب الشيء الفناني يعالج الشيء الفناني يعني مثلا والله يضعف هذه كلها لازم تخضع إلى أشياء علمية زين؟ وتخضع إلى دراسات وبحور وبحور وتقييم على الأقل أنا أخذ تقييم من ذو اختصاص لأن فيه أحيانا دائما وزارة الصحة تطلع من شواء بسحب أو بإيقاف بعض هذه لأنها مثلا والله يقول لك هذا يبقى عن منتج عشاب وثبت أنه يضر في الجسم زين؟ لما تجي تكشف عنه تلاقي لا والله لما تشوف تلاقي داخل المنتج في مواد أريد تم إيقافها عن طريق الوسارة وطباء يعني هي لأنها آثاء جانبية فصحيح بس إحنا بعض الأشياء يعني يجب أن أنا أفضل أن أي إنسان يبقى يأخذ مكمل غذائي يجب أن يخضع إلى تقييم من ذو اختصاص سواء طبيب أو صيدلاني يكون ذو اختصاص بحيث أن يكون هذا التقييم تقييم مش تجاري تقييم طبي إن هذا والله المنتج جيد إحنا عموما شغالين في الموضوع هذا يعني وزارة الصحة شغالة في الموضوع إحنا بعد الهياة بحيث أن نحن نسولها أسس معينة بحيث أن الأشياء هيتم تقييمها قبل لا تباع للجمهور هذا الدكتور يقودني للحديث يعني يعني باخذ باختصار الدكتور للجواب هناك الحين حتى على الانترنت قاموا الناس يعرضون أدوية يعرضوا على وسائل التواصل الاجتماعي يعرضون أدوية ويحطون كومنتات أن هذه شغلة فيها شسمها وأنا جربت وأنا ما أدري كذا وحتى طلعوا هذا شو يسمونهم فيصل فاشيونستات فاشيونستات والله أنا جرت هذا المستحضر هذا المستحضر زين وفادني وسواري وما أدري كذا فيعني الآن طرق أخرى إلكترونية تؤثر على العميل كلمنا محمود طبعا في الصحار الأدوية بالإنترنت وخطواتها لأن أنت الأدوية بالإنترنت ما تعرف مصدرها مين بظه هل هي هذه أدوية كونتر فيت يعني مزيفة هل هي أدوية حقيقية هل هي منتهت صلاحية هل هي تم إعادة تقليفها هل هي محفوظة في مكان صحيح فالأفضل أنا أرى ما تؤخذ من الإنترنت تؤخذ من مصدر يعني من صيدلية معين من مكان معين لا وجود في الدولة لأن عندما تعرف مكان لا وجود وكيل أو بحث أنت تعرف المصدر من مين حتى لو تريد بكر صار مشكلة تعرف كيف التوجه للمصدر هذه وحتى هذه المصادر تخضع للرقابة وتخضع لحوكم طبية صحيح الآن دكتور بعيد عن موضوع الأدوية خل ندخل في عالم إدارة الصيدلة هناك الكثير من الخدمات الجميلة دائما أنا أحاول أعرف الجمهور فيها والإدارة متميزة في طرح هذه الخدمات من ضمن الخدمات الجميلة في خدمة سميتوها خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم اللي هي زاجل يعني خدمة خبرنا عنها طبعا الهدف إن نخلل العبع على المرضى فعدنا الخدمة هذه طبعا أي واحد أي مريض يقول له أنا محتاج دواء معين ومكتوب لي وصفة هم شي تكون فيه وصفة طبية في النظام معنا يقول أنا ما بسي الصيدرية أنا إنسان بخلص مع الطبيب بسي البيت أو بسي هذا مشغول وصلوا لي يا جماعة الدواء مالي للمكتب أو للبيت للمنزل طبعا عنده تلفون عنده أي ميل عنده ميسيجات مهم يبعث على المستشفى شاف الطبي فيها مستشفى البي إذا يبعث على مستشفى البي إلى مستشفى لطيفة أو إذا أي مكان طبعا تم رسال الدواء إليه إلى مكان اللي هو طلبه سواء المكتب أو المنزل هذا ورد مبدوه طبعا إحنا وتعاملنا فيها ومن حمد الله بدت الحملة هذه أو الخدمة بدت من بداية السنة يعني بدت هذا والحمد الله بدت توصيل للمنازل في كل أي مكان في الدولة وعدنا داتا عليها والحمد الله طبعا فيه حتى رسال شكر على هذا الشيء والتوصيل هذا أصبح له صدى عند الجمهور جميل دكتور أنا بأخذ على السريع بعض النقاط على اساس أن الوقت بدأ يداهمني أنتو بدأتوا تطبيق أنظمة أتمتت الصرف الدوائف الصيدلية الخارجية والداخلية خبرنا عن هذا النظام اللي هو الروبوت نحن نحن طبعا الحمد لله نوفقنا وطبعا وضع في أحد الصيدليات اللي كانت تابعة للهيئة اللي هي صيدة مستشفى الجليلة ونحن نشتغلنا عليه وحطيناه وإن شاء الله مستشفى راشد سيكون في شهر دعشة يشتغل الروبوت عندهم شو مزايا هذا النظام دكتور طبعا أنا بشرح لك باختصار محمود كيف يشتغل النظام الوصفة تجي بالسيستم بالنظام من الطبيب للصيدلية المريض لا يسلم أي وصفة بدون ورق يجي للصيدلية المريض هو اكتبت عندما توصل الصيدلية شيك الوصفة ما فيها أي طبعا ملاحظات حولها على طول على الروبوت على الجهاز الجهاز هو يجهز الدواء يجهز يسلم الصيدلية دواء جاهز تكون هذه في خلال أقل من دقيقة ممتاز طبعا لما يوصل يعني من غرفة المريض الدكتور لين الصيدلية فلما يوصل المريض يكون مفروض الدواء جاهز عنده يسلم طبعا هذا الروبوت كامل متكامل فيها طبعا يكون أخوى حميزات السرعة ما يكون فيها انتظاء ثمين يكون فيها دقة وما فيها أخطاء طبية ثلاثة يكون فيها تشيكين من الروبوت نفسه والصيدلي هو ويعطي فرصة للصيدلي انه يتعامل ويتفاعل مع المرضى والجمهور ممتاز مراقبة عمليات صرف وعطاء الأدوية للمرضى وأيضا بالإضافة للسرعة والسلامة والدقة على طار السلامة حملة الدواء سلامة وعطاء دكتور هذه وحدة من الحملات الجميلة اللي أيضا كان فيه تفاعل كبير من قبل الجمهور مع هذه الحملة خبرنا هل هي مستمرة طبعا على طول بشكل يومي يعني هاي احنا عدنا نظام الحملة هاي طبعا ليش من السلامة وعطاء سببين الحملة هاي احنا نهدف فيها حماية البيئة حماية الجمهور زائد اعطاء المحتاجين الوية شو هي الحملة اول شي دكتور الحملة احنا اطلقناها نطلب من الجمهور وكل واحد اي دواء عنده في البيت استخدمه او ما يستخدمه ما محتاج الناس هو منتهي صلاحيته ما منتهي صلاحيته صالح الاستعمال بس هو ما يستخدمه طبيب وقف استخدامه كل شله ويبدل الصيدلية اي صيدلية تبع الهيئة فطبعا كل اللي يبع الهيئة احنا يتم طبعا تقييم الدواء وتقييم الحال نفسه فالدواء المنتهي الصلاحية والدواء اللي هو يعني مثلا غير صالح الاستخدام يوضح في مكان للإطلاف ويتم إطلافه مع بلدي دبي بشكل صحي بحسب هذا هذا فيه حماية البيئة فهذا سلامة طبعا هذا زائد الدواء يحمي يحمي لما يسهل لأنه يحمي مجتمع لماذا؟ لأنه لا يرمي في الحاويات لا يحمي في الأشياء الخاطئة في الأماكن الخاطئة ويحمي الأطفال من استخدامه السيء الخاطئ العطاء معناه لو كان في دواء صالح الاستعمال يتم وضعه مع بعضه تعبئته في ألب بوكراتين ويعطاعه للهلال الأحمر الإماراتي للتبرع به المحتاجين والحمد الله تم تبرع بكميات مبالغ ثمانية مليون ومليونين ومليونين فالحمد الله يعني طيب ماس أهي تفضل نزيل دكتور بس الجماعة قاعدين يكلموني على أساس أن الوقت انتهى لكن أنا بأخذ الدقيقة والنص اللي خدت من بدعية الحلقة من زيت ما طلعتني على هذا أنا ما بقلي دكتور بالنسبة للتواصل مع حملة الدواء سلامة وعطاء كيف يتواصلون على طول أي مستشفى أي صيد أدوية تاب على الهيئة يصيرون يعطون الأدوية وهناك يقيمون هديهم ممتاز شكرا لك دكتور إذا في عندك كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل نختم الحلقة عندك دقيقة ونص دكتور خذ راحتك مشكور أخي محمود بس طبعا الفوصة هذه بس عبنا نبين شيء واحد نحن نتوجه الهيئة أو توجه إدارة الصدر حسن توجهات الهيئة أو توجهات الحكومية أن نحن ماشيين بأسلوب يعني تطبيق خدمات ذكية نزين والكتاب اللي تكلمنا عنه إن شاء الله على نهاية الشهر هذا راح يكون في تطبيق ذكي على الموبايلات للأطباء تطبيق ماشيين هذا ليس جزء ماشيين كذا موضوع زائد دوائي تطبيق دوائي للمرضى دوائي للمرضى أنا ترى دكتور تعمت أنا ما أتكلم عن التطبيقات الذكية لأننا نحن جايين على أعتاب جايتكس وعندنا الكثير من المواضيع لما طرح تحتاج حلقة بروحة هذا شيء واحد زائد شيء تطبيق تطبيقات كثيرة بتكون تطلق هذه الإدارة في الأشهر القادمة زائد نحن عدنا بيكون شيء نظام فريد من نوعه للهيئة إن شاء الله وهذا بعد يؤكد سلامة الدواء ومتاز دكتور هذا آخر مسيج من أم طلال الأمير تحيير ضيوفكم كنت في برلين مرين على ثلاث صيدليات ما رضوا يصرفون لنا دواء بسيط حق الصداع ياريت كان عندنا تقنين من هذا النوع وبرك الله جهودكم شكرا لكم طلال وكل الشكر للدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة على تواجده معانا وعلى هذا الحوار الشيء يقول جميل دكتور شكرا لك وبالتوفيق وألف مبروك على الكتاب شكرا محمد شكرا أيضا كل الشكر لفريق الإعداد والتنسيح كان معانا فيصل بن فارس وأيضا ياسير شعر معانا أصلع أيمن سرحيل وخرجنا وهذه تحياتي محمود يوسف العالي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة